موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحبا بكم في قناتكم كريبتو بانتليمان كريبتو بانتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد قبل أي حاجة بشكر 11000 مشترك وبإذن الله نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله لو دي أول مرة بتشاهد القناة اعمل سبسكرايب فعل الجرس لنوصل لك كل جديد تقدر تعمل سكان للباركود الموجود على كل الحلقات الخاصة بينا أو تنزل في صندوق الوصف تأخذ رابط قناة التليجرام المهمة اللي بنقدم عليها مداربات مجانية وتأكد أنك على القناة الأصلية الخاصة بالقناة وليست أي قناة تحمل الشعار بتاعنا وتكفون قناة غير أصلية أو مزورة فلذلك اعمل سكان للباركود أو خذ رابط الوصف من سندوق الوصف أما لو محفظتك 8000 USDT أو أكبر من هذا المبلغ عندك نزيف في المحفظة الخاصة بتاعتك مش قادر تعرف تعمل إيه في البير ماركت والخسائر موجودة بشكل كبير جدا بسبب الهبوط العام اللي احنا موجودين فيه فتقدر أنك تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد من خلال أنك تشترك معنا اشترك سنة ويقمته 3000 USDT يتم دفعها المقدما وتقدر من خلال الـ 5000 USDT المتبقية أنك تكون موجود معنا في اكتتابات هامة جدا بتقدر تحقق فيها من أول 5X لغاية 15X الاكتتابات مهمة جدا في فترة البير ماركت عشان تقدر تحقق أرباح جيدة لو كان هذا العرض بينسبك أتقدر تاخد أيضا من صندوق الوصف رقم الواتس الخاص بينا إحنا لا نتواصل مع أي حد على الخاص تقدر تتواصل معنا فقط على الواتس الخاص بينا ونقدر نشرح كافة التفاصيل الخاصة وأيضا عن أهمية الاجتابات اللي احنا بنقوم بيها وبندرها في الوقت الحالي النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا تعالوا مع بعض نتابعها بعد الفصل انتظرونا ورجعنا لكم من جديد والمرة دي هنتكلم من على التراست ولد عشان خاطر الكتاب المهم اللي المفروض هيبدأ من بعد ساعة وبالطبع أجمل شيء إنك بتاخد العملة وهي لسه في مرحلة الطرح يعني ما تستناش لما العملة وساعد عليه عشر تيام خمستاشر يوم أنت أهم حاجة أن يكون عندك العملة بتكون في موقع جيد للشراء أول ما بتنزل بالطبع على مثلا بنكيكس سواب طبع الأهم من كده لما يبقى أنت عندك إمكانية وتعرف المعادة المناسب عشان تشتريها زي ال-VIP يعني قبل أساسا ما يتم ترحاها من على حاجة اسمها ال-pre-sale وبالطبع هو ده بيفرق ما بين شخص والتاني ما بين حد بيعمل أرباح كبيرة وما بين حد بيعمل أرباح أليلة خلونا نتكلم في أول حاجة مهمة وهي إن إحنا عايزين نفعل العملة العقد بتاع العملة إزاي يمكن نفعل عقد عملة في محفظة من المحافظ الخاصة بينا بتيجي على أول نقطتين موجودين على جنب فوق أهم على إدنى اليمين اللي هي في ال-sitting ده حاجة أو بترفع المحفظة كده أهي أخيرها في حاجة اسمها add token فأنت هتدوس على add tokens هتحط رابط العقد اللي موجود الخاص بالعملة طيب هتقول لي فين رابط العقد هتلاقي رابط العقد موجود في القناة التليجرام تقدر تنزع قناة التليجرام تاخده من هناك رابط قناة التليجرام هتلاقيه في صندوق الوصف طيب هو بيقول لك كده ما فيش أساسا عملة فأنت هتقول له لا ده أنا عارف إن فيه عملة هتقول له add تمام أول حاجة بتعملها إيه بقى لازم تغير السيجنال اللي هي network network بتاعت العملة دي جاية على ال bnp smart chain فأنت حطيت bnp smart chain مجرد ما تحط عقد العملة هنا في الخانة الأولى هي automatic كتبت كل بيناتها زي ما أنتوا شايفين اللي هي كتبة كافة معلوماتها حضرتك عليك إنك تعمل إيه تدوس بس على كلمة done وأصبح العملة موجودة عند حضرتك bgvt تمام كده؟ تمام فلو رجعنا هنرجع تاني هنبص على المحفظة من برأة العملة موجودة خلاص bgvt طيب ده أول خطوة تاني خطوة وأهم ولازم تكون موجودة عندك إنك تدوس على كلمة browser اللي هي الأربع نقاط دول بتفتح كلمة browser تاني بتفتح اللي هي bank swap exchange تمام فهن يجي نبص هو دايما بيطلع لك bnb bsd فأنت هتروح جاي حاطت أنت عندك العملة بتاعتك في bnb خلاص طيب العملة بقى هنحطها فين نروح جايين هنا بدل بيو اس دي هنروح فتحين في عالمة السيرش هاي اللي موجودة نروح أيضا ضيفين العقد تاني تمام فأنت معاك العقدة هدل العقد هتقول له add token تاني هو اوتوماتيك طلعها لك إيه فهو بيسألك سؤال مهم هتضفها فتقوله ده نعم import هيقولك هل واسق ان العنوان بكافة المعلومات مزبوطة لان لو حصل اي مشكلة كل عملتك او فلوسك هتضيع بتقوله ايوه هو واسق من العنوان فبيظهر لك البي امام البي جي في تي لو انا دلوقتي طبعا ماشي انا هقول مثلا ان انا عندي واحد بي ام بي مثلا عشرة بي ام بي هتلاقي لسه البالانس سفر مفيش اهم حاجة بقى كمان اني لما تحب انك تبيع العملة طبعا انت هتشتري او تبيع تمام فلما تحب انك تبيع لازم قبلها الاول او تشتري تيجي على الستنج دي وتغير الستنج هنا انت مجرد لو دص بيدك اهو هي مفتوحة اساسا هتعمل تلاتة بس كده وتروح قافل فاصبح اتغير المعامل بتاعنا هنا تلاتة في المية هي دي اللي ممكن كلما تيجي تشتري او تبيع يقولك لا والله يعني في مشكلة عندك في البيع والشرب بسبب ايه بسبب التلاتة من عشرة او التلاتة دي اللي هي تلاتة من عشرة تلاتة في المية انا اسف تمام لازم تحطها كده طيب لو في ضغط وانت مصر انك تبيع بشكل سريع جدا وعايز تنجز وعايز تخلص كل حاجة مثلا من عندك انت دايما بنفضل نعمل حاجة زي كده تري اللي هي ستلاتة نقطة خمسة بتزود نص النص ده بيسمح لك انك تكون من صاحب الاولويات في البيع او في الشرع او في الحصول على العملة او حاجات كتير جدا طبعا لان العملة لسه ما صدرتش هي لسه معها ساعة بازن الله فتقدر ان انت آآ تستفيد من كافة المعلومات وتقدر انك تجائز نفسك بازن الله وتقدر انك تحقق ربح طيب بازن الله نخلي بالنا اخر حاجة انت اللي بتشغل على محفظتك بنفسك الربح بتاعك ليك وخسرتك عليك انا مجرد ان بشارك تجربتي وانا شايف ان العملة كويسة فانا اكتتبت فيها والله انا بالنسبة للفلوس اللي اكتتبت فيها واحد وعشرين بي ام بي خسرتهم مش فرقين معايا كسبت منهم والله بارك الله فيما رزق فدائما لما تخش اكتتاب تكون داخل بقيمة مالية انت بنفسك مستغني عنها وعايز اقول انك تقدر تبدأ اكتتاب من اول زيرو بوينت واحد بي ام بي زيرو بوينت واحد بي ام بي تقدر تكتاتب به والواحد بي ام بي هيديك حوالي تشعمائة وخمسين الف قطعة من العملة في اول صدورها على الاكتتاب طبعا مع الصعود بيختلف القيمة وبتختلف حاجات كتير جدا بالتوفيق دونتم في رعاية اللي وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو بانكليمان قناة متخصصة في سور العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظ الفي اي بي عن بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته